أدان تحالف ميثاق العدالة لليمن حملات الاعتقالات التعسفية والإخفاءات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وطالب بفتح تحقيقات سريعة ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وجدد تحالف ميثاق العدالة في بيان مشترك موقع من 22 منظمة دعوة الحكومة في عدن إلى الإسراع في إحالة قضية الصحفي أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة الانتهاكات القانونية الواضحة وإطلاق سراحه دون قيد أو شرطة وقال البيان إن أزمة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري تتصدر المشهد العام في عدن بعد بروز قضية المقدم علي عشال الجعداني المختطف من قبل قوات تابعة للحزام الأمني وخروج مظاهرات حاشدة مطالبة بالكشف عن مصيره ترجمة نانسي قنقر